ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزماني تبسم وثناء في رحاب الزكرة العطرة لمولد سيد البرية رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله المولى عز وجل ليتم مكارم الأخلاق نتقدم لكم بخالص التهنئة بمولد سيد الخلق ولنا في رسول الله القدوة الحسنة وفي أخلاقه التبيان وكما وصفه الله عز وجل ولم يوصف ماله ولا نسبه ولكن قال الله عز وجل عن نبينا الكريم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القرب أهلا وسهلا حضرات المشاهدين مشاهدين قناة الصح والجمال أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم على إيدك اتعلمنا حلقتنا اليوم في أحلى وأطهر وأعزم يوم في البشرية قد أضاء الله نور البشرية كله بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فلنصلي جميعا على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله تكون حلقة مباركة بإذن الله في حل جميع مشاكلنا الأسرية في كل مجتمعنا المصري حلقتنا اليوم أعزائي المشاهدين بعنوان المبالغة في تجهيز العروس أعتقد أن العنوان هيلفت نظر كل أسرة مصرية لأنها هي الشيء الصعب اللي دايما بيفكر فيه كل ولي أمر عنده بنت اتولدت منذ طفولتها حتى زواجها وهذه المشكلة هي اللي بتقرقه وتقرق حياة معا إن شاء الله حضرات المشاهدين لنقضي على هذه الظاهرة المتفشية في مجتمعنا وأنا بصفها إنها ظاهرة سلبية للغاية طارئة جدا على مجتمعنا المصري ولم تحدث في كل المجتمعات العربية نجدها فقط في بلدنا مصر وطبعا هي أسقلت أسقلت سكل كبير على كل أولياء الأمور في جميع بيوتنا المصرية ونتمنى إن شاء الله إن احنا نقضي عليها أعزائي المشاهدين طبعا في بداية حلاتي أحب أن أنا أوجه التحية لأستاذ مجدي شاكر زميلي العزيز وهنتكلم أنا وأستاذ مجدي النهاردة عن أن لكم الدوق على هذه الظاهرة وكيفية حلولها والخروج منها بإذن الله طبعا أنا أحب أعرف لحضراتكم هذه الظاهرة اللي تفشت في المجتمع وهي ظاهرة المبالغة الشديدة في تجهيز العروسة هي ظاهرة سلبية للغاية طرقت على مجتمعنا وخصوصا متفشي هذه الظاهرة أعزائي المشاهدين في القرى والريف والمناطق الشعبية بسبب أن الأسر الفقيرة بتحب أنها تعمل مضاهة الأسر الفقيرة والمتوسطة حبا منها في المبالغة والمفخرة والمضاهة بالأسر الغنية وطبعا ده شيء خطأ للغاية فطبعا إحنا بنلاحظ أنها بتكهل العائل المصري اللي هو وليه الأمر للبنت وطبعا إحنا عايزين نلغي إن شاء الله هذه الظاهرة وهنشوف طبعا من خلال الحلقة رأي الدين ورأي كل أفراد المجتمع أنا أحب أن أتكلمنا حضر لك أستاذ ماجدي يرد أن نبدأ نتكلم مع بعض عن أهم الأشياء السلبية اللي نتجت عن هذه الظاهرة في المقطع برحب بيك ومساء الخير على كل المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصلي على المحمدين في الأولين وصلي على المحمدين في الآخرين وصلي على المحمدين في كل وقت وحيل وجازيها عننا خير الجزاء إحنا النهاردة يعتبر أسعد زي ما حضر لك قلت قومي في تاريخ البشرية ولكن يعني بالآخر طبعا إحنا زي ما قال السيدة الرئيسة مبارح والسيد الشيخ الأزهر إحنا بندين كل ما يفعل سواء الفعل أو رد الفعل لأن ما حدث في اليام اللي فاتت سواء من بعض الدول الأوروبية أو من بعض برضو المتطرفين زي ما قال السيدة الرئيس وزي الشيخ الأزهر إحنا بندين هذا الفعل وبندين هذا الفعل وبنطلب عالم كله بيحترم قيامنا وعدتنا ودنا قبل كل شيء ففي هذا الإطار يعني كل سنة والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام أنا بس عشان الحلقة اللي فاتت فيه رجالة زعلت مني وفيه رجالة تصل فيه حد تصل بي وعتب علينا فعايز بس أقول لحضرك العتاب قالوا انتوا اتكلمتوا على العنف ضد المرأة وما اتكلمتوش على العنف ضد الرجل فهذا الرجل حكالي تجربة اوه الله فن وقال ان يعني اتضح ان 50% من الرجالة في مصر يتعرضون للضرب او للعنف بلاش للضرب للعنف اوه الله وطلعت دي دراسة من المركز البحوث الجنائية يعني حاجة مهمة جدا قال ان 50% او 50% و 13% بالضرب بيتعرضوا للعنف بطرق مختلفة واتضح ان يعني في المجتمعات اللي هي غير متعلمة العنف فيها بقص جدا والعنف مش مهم يندراجل يندرب ولكن ممكن ان هو زي ما قول كده يعني يحصل خلط في ان هو يتشتم او 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 وبالتالي كانت نسبة جدا واتضح ان فيه نسبة جدا من الرجالة ما بيشتكوش لانه بيخاف ان هو يشتكوه منه ماذا الرجل قال لي يا جماعة انتم لازم يعني ما تنصفوش المرأة قالها كمان ده حاجة مهمة قال ان المرأة لما بتبقى عنيفة بتموت وفكرني بحادثة ظريفة جدا انا كنت حرجت فكريها في التسعينات لما ظهرت موضوع الاكياس يعني قال لي ده الرجالة ما حطوش السيطة في الاكياس لككت مشهورة جدا فكرة ان كل الست كبتضحك مع جوزة تقول اجيب لك الايه السكينة والكيس فاحنا برضو عايزين بنقول ان احنا لنا تمني ان يكونوا عنف في الرجالة ولا تمني ان يكونوا عنف في السيدات مجتمع مسالم طبعا ان هو يربط الحلقة السابقة لعنف ضد المرأة ان احنا نعمل حلقة ان شاء الله حفظة للعنف عشان يبقى فيه انصف لكن موضوع حضرتنا النهاردة ان شاء الله بنتناوله اه لكن احنا موضوع حضرتنا النهاردة ايه رأيك في حضرتك في المبلغة في تجيز العروسة في المجتمع هذه الايه احنا كلنا طبعا لو رجعنا للدين الاسلامي او دين اي دين بيقوم على فكرة ايه فكرة وجود الانسان على الارض ان يبقى فيه بيت ويبقى فيه بيت لازم بأساسه اولا الحب والاخلاق وزي ما قال كده سيدنا محمد من جاءكم من تردو ضنينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تقوم فتنتهم في الارض وفسادهم كبير يبقى اذا الهدف من الزواج هو طبعا تأسيس البيت والهدف الاسمى والاعلق وطبعا احنا بنهني طبعا الامة الاسلامية بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا الهدف طبعا الاكبر ان انا ايه لما قبل ما افكر في جهاز البنت افكر انا هجوزها مين اه اه لازم يكون على خلق وعلى دين وده النقطة الاهم وغير الدين دكتورة ان عندنا مثلا في الاريات بيقولك قبل ما تحاسب او قبل ما تناسب حاسب او يعني قبل ما تناسب ابدأ اسأل اصله مين وا 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 وده مهم جدا لان الماديات للأسف لما دخلت حتى ما حضرتك لقيت اكتشفت حاجة غريبة جدا يقولك ان كل عشرة بتطلق منهم سبعة لانه بيبنى ما بيبناش الاساس على فكرة الدين والاخلاق يعني ظاهرة موجودة مش في يعني اعتقد انها مصر يا الدولة متزعيمة ملاحظة بدأت ادور بقية الدول بشنطتها او بهدومها او او هتعنينا فكر زمان في الاريات بيقولك تاخدها بشنطة هدومها ايوه دلوقتي الاسف يا ريب بشنطة هدومها تاخدها بعشرين عربية محملة بموكب بتاخدها بموكب وبالتالي فيه تأثير كبير جدا اه طبعا تأثير سلبي على المجتمع وتفشت هذه الظاهرة بشكل سلبي جدا مع ان هي بدايتها كان الغرض منها شكل ايجاب المجتمع كانت اسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جهز النبي عليه الصلاة والسلام ابنته عائشة للزواج من سيدنا عليه ابن ابي طالب كان الغرض من كده ايه طبعا وما ينطق عن الهواء ان هو النبي عليه الصلاة والسلام كان عاوز يلقنا درس بضرورة التكافل الاجتماعي بتأكيد اه يعني لازم يبقى فيه نوع من انواع التكافل الاجتماعي بين الاسر وبعدها خصوصا في بداية الزواج ولكن للأسف هي انقلبت من ظاهرة إيجابية إلى ظاهرة غاية في السلبية فأصبحت طبعا بتؤرق كل ولي أمر بنت من أول ما يتولد البنت بقت البنت هم وده نربطها بالمرة اللي فاتت الموضوع إن البنت بقت مشكلة من أولي تتولد هعلمها إزاي وجوزها إزاي وجهزها إزاي فبقت مشكلة كبيرة جدا في الأسرة المصرية أيو أيو طيب معنا أستاذ محمد من الكاهرة تفضل أستاذ محمد حبي شارك معنا عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا عليكم السلام أهلا وسهلا سيد محمد تفضل حضراتك معنا على الهوى إزاي حضرتك يا فندم وأي حضرتك ودكتور على البرنامج يا دكتور يا مهر ما حسيت والأسوز ماجدى شاكر ودكتوري خطوحة مرسيل حضرتك مرسيل حضرتك يا فندم ربنا يخليه كل عام وحضرتك بخير سحو السلام يا فندم من خلال برنامج حضرتك أنا هبحب أن أنا يعني أخلي يعني حدي كل كل عام وحضرتك بخير وكل الأمة الإسلامية بالخير يا رب وشكراً لحضرتك من المداخلة يا أستاذ محمد طيب يا أستاذ ماجي يبقى أنا كده اتكلمنا أن الموضوع خرج من تكافل اجتماعي إلى موضوع من المباهاه والمفاخرة وما نسميه الفشخرة أو الواجهة الاجتماعية المزيدة يمكن حضرتك قلت سيدة عائشة عندنا سيدنا علي لما جزت سيدة فاطمة قال أنه بعد رعه بـ 420 دينار أنه تخيالي نص الجهاز الرسول جاب إيه للسيدة فاطمة طيب عطر عطور فتخيالي القيمة العطور اللي إحنا للأسف فقدنا حاجة لجيتها إحنا بنطلبش بكده طبعاً بنطلب أن الناس قط بحاجتها بسيطة وبنطلب قط زي ما بتطور لكن هات تهز واحد من كل شيء على الأقل خلص لما أنت تجد التلفزيون تجد غسالة بوتجاز يبقى أنت عندك شيء جديد في حياتك حاس أن الإضافة بالضبط كده يا جماعة إحنا عاوزين نأسس بيوت أولادنا على البساطة يعني ما ندخلش بيت أولادنا نلقيه مكدس بالأغراض المنزلية اللي محتوطة في كل أنحاء المنزل لدرجة البيت لا قادرة تستعملها ولا عرفة نظافة يعني إحنا عايزين البساطة في البيت كمان عايزين نخلق يا أستاذ مجدي نخلق روح التعاون والكفاح بين الزج والزوج يعني لما يبقى أنا بيتي يدوبك على الأساسيات أنا لأب والأم جاب الأساسيات لولدهم اللي هو الحد الأدنى لإنشاء البيت تأكيد طيب إيه زوم المبلغة في الكميات اللي بتيجي والله حضرتك بتشوفها ده بجيب تلات حاجات يعني بيجي من الغسالة 2 ومن الثلاجة 2 4-5 غسالات 25 طاقم مش عارف ما فيه أصلي مفارش سرير مفارش سرير بيوصل لأسعار خيالية عدد ملايات معرفش بال50 ملاية سعر الملاية ألف جنيه اضرب حضرتك في إجمال المبلغ بنلاقي إن والد العروسة أنهك مدين جمعيات وكروض وكل أفراد الأسرة طيب ده كله يندرك تحت إيه عندنا مشكلة كبيرة يا دكتورة هي القايمة أو القايمة اللي بتسبب القايمة دي اللي ما جيتا دور عليها هي قايمة العفشة أو الزواج دي اللي بتقاوم كل المشاكل فينا قايمة بتصل 400 ألف ونص مليون طب لما يجي يعني وبعدين يقولك اكتب كل شيء وزي ما بيقوله الطقطة أين طب يعني ما واحد يكتب قايمة احنا بنصليتش نحن يحصل سوقناية قايمة إيه يا أستاذ مجدي احنا بنقامل على بنتنا هنستنى قايمة احنا عايزين بيوتنا تبنى على السكينة واختيار الزوج المناسب والبساطة نسيب بقى موضوع المفخرة والمباهات دي خلاص نركن كل ده على جم ونفكر بطريقة علمية احنا عايزين الأيام اللي جايين ان شاء الله نتقدم وننتج نفكر في الأهم فالمهم مش أنا كل ما أدخل بيت مصري على إيه بيفكر إزاي هجوز بنتي وهجب لها إيه ومش هجب لها إيه ما تجيب الحاجات البسيطة نرجع لأيام جدودنا يا أستاذ ماجدي كانوا بتجهازوا بإيه بأبسط الأشياء والبيوت قامت على إيه ساعتها على المواد والحب والطراحم المواد والحب والطراحم لو سمحت عاوزين نشوف بعض من الصور اللي هي بتدل على البزخ الشديد في موضوع جهاز العروسة اه اتفضل يمكن على ما يرد دكتورة عندنا طبعا مشكلة بعض القطع اللي هي بتستعمل في بيوتنا نلاحظ طبعا يا أستاذ ماجدي شوف كمية الأشياء اللي بتجي للعروسة كميات خيالية من مفارش السرير كميات خيالية من الأدوات المنزلية كميات من الأجهزة الكهربائية اللي مش عارفة أساساً لزومها إيه أخرها طبعا شايف حضرتك كمان أنواع من البلاستيكات أشياء وأغراض يعني ملهاش أي لازمة خالص على الرغم من شايف حضرتك والملابس يعني هي ممكن جسمها يتغير مع الحامل ومع الولادة كمية أجهزة كهربائية باهزة جداً في السمن أخرها طبعا لازم نجيب التلاجة أمه بابينهم و 45 ألف وإلا الناس هتقول حاجة طب وبعدين هنفضل وتخيل بقى أستاذ مجدي تدخل البيت تلاقي فيه أربع شاشات لزومهم بقل للمشاشات يعني مكفاية هي شاشة واحدة حتى البيت يجتمع عليها يعني يبقى فيه كده وقضة أطفال يا دكتورة مش باين هجيبوا أطفال ونتفرج مع بعض على حاجة سويسة كل واحد قاعد لي في مكان وكورنر بشاشة لقوا إيه بقى اللي يغيزك أستاذ مجدي اللي معاه واللي ما معهوش يجيب نفس الموضوع طب أنا أجيب اللي أقدر عليه واللي ما أقدرش عليه قبلاش منه واللي عاوزني على كده أهلا وسهلا واللي مش عاوزني أهلا ومرحبا برضو فدي كانت صور ونمازج للأشياء السلبية اللي باقينا نشوفها في مجتمع فكرتيني فيلم أم العروسة الفيلم اللي اتعامل في الخمسينات وكانت نفس ما يحدث طبعا بطرق مختلف بس يمكن اللي أصلني في فيلم حاجة مهمة جدا دكتور إن الأب رايح والأم لابسين فورمال الأب رايح ببدلة والبياء اللي هو في المحل اللي لابس يعني كلاسيك وحلو قوي يعني المجتمع الخمسينات كان مجتمع محافظة على الشكل أهو نفس المشكلة أنه هو بيجيب حاجة زي يقوله الحاجة بالمخامسة يجيب بعشرة يا أستاذ مجدي فيلم أم العروسة دوت هو عرض قصة من اللي هي موضوع جهاز البنت وطبعا في الآخر الأب بتسجج كان ممكن مهدد بالسجن بالسجن اه يانا هو يختلص وما زلنا لم نتعلم من الخمسين بس معانا تليفون لازم ناخده أهلا وسلم سامح تبدل أهلا وسلم السلام عليكم عليكم السلام إيه رأي حضرتك في المشكلة اللي بتؤرق كل مجتمعنا المصري يا سلام هل من العدال الاجتماعية أستاذ سامح أن الغاني والفقير يجبوا زي بعض هل دي عدال الاجتماعية الزاهرة المصريات بتاعتنا إن احنا بنوصل بعد يا فندم أنا جبت عشر عرامات أنا جبت عشر لبنت أجيب خمس شهر لبنت يا فندم وبيبصوا البعض وبيبصوا في الظروف يا فندم والآخر يا فندم إن أنا بقع في مشكلة تاني للناس دي أنا بجيب منهم أجهزة كتير وقع لمشاكل تاني وخش سجون هلوة بالضبط يا أستاذ سامح على فكرة أه ولو جبت على أد يا فندم على أد المجهودي وعلى أد دخلي وعلى أد دخلي وعلى أد دخلي شكرا لحضرتك بدل ما أه متشكير يا حضرتك يا أستاذ سامح للأسف الناس كلها عندها وعي يا دكتورة الحضرتك قلت نقطة مهمة جدا يا أستاذ ماجزي وهي إن فعلا بنقع في خطأ كبير جدا إن القادر بيجيب الغير قادر بيجيب زي القادر بزبط طب في الآخر بيقع في إيه بيقع في الدين بيقع في الشيكات بيقع في الكنبيالات في اللقصات بيوصل لإيه رب الأسرة مش قادر يسد بس الأم يا دكتورة على فكرة المرأة المرأة ثم المرأة ثم المرأة إن الأم للأسف هي دايماً الأم اللي تقولك هيكل وشنا المبدأ اللي موجود في يعني في أحياننا مهدي مبهام وفخر ومنزرة بالنشط كل أم أرجوك أرجوك حق أولادك البقين حق زوجك فلازم كل أم تتطاق الله في زوجها الله يخليك بالزبط هو طبعاً المسكين في الموضوع ده هو الزوج لأن طبعاً الأم بيقول له لازم نجيب فهو بيضطر يعمل أي حاجة ويجيب لبنته بنوصل برضو القصة احنا انتشرت في المجتمع اسمها الغارمين والغارمات اللي هما طبعاً بتسجنوا دخلوا السجون بسبب تقديم الشيكات دي وده طبعاً بسبب إن إحنا أسقلنا عليهم جداً في الموضوع أنا شايفاً إنه موضوع يعني ما يستحقش أبداً إن إحنا نعرض نفسنا للإجهاد ده كله سواء إن هو نفسي أو مالي تعرضنا لإيه تاني من سلبيات هذا الموضوع يا أستاذ ماجيب يمكن أخطر حاجة كمان هو تأثيره بعد كده على الأولاد لأن الأولاد لما يتنشقوا في بيت ما فيش مكان يلعبوا فيه لأن كل مكان هتحركوا فيه صفرة وصالون وأن تريه ونيش وبالتالي هاته مدناش مساحة للأولاد لعنيهم إنها تشوف مكان جيد يلعبهم وبعدين لما يجوا هيلعبهم والأمة حاسب عنيش حاسب على الشاشة حاسب على التلاج وبالتالي الولد هيطري إيه منزل الشارع أو ما فيش نادي فاحنا عملنا مشكلة ما بقتش فيه مساحة للبيوت حتى لأولاد عشان يتحركوا فيه مدخلة معانا من أستاذ أحمد قالوت فضل أستاذ أحمد أهلا مساحة عليكم السلام أنا متكلم أنا حضر الحوار بتاعك من الأول يا فندم شرف ليني أستاذ مش فيه مبلغة ده مبلغة 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 أنا أعرف ناس يا فندم كان بيجيب قضة نوم لبنته قضة نوم أطفال بيجيب لحمد قضة نوم جاب لبنته غسالة جاب لبنته غسالة إلا إلي الحاجة المزاجعة في الحوار ده كله عفندم بحاجة واحدة بس والله إيه يا فندم يعني كم حالة طلاق يا فندم سنويا في مصر بزرق ربع مليون في السنة أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد ستين في المية خلال أول ست شهور من الزواج حالات طلاق بيتم بسبب أن من الأول بدات الحياة الزوجية في زيادة في الأعباء المالية وديون فبالتالي بتحصل مشاكل بين الزوجين عدت لي يا فندم اتفضل هقول لك لي يا فندم عشان يعني الأم ما بتيجي أو الراجل ما بيجي يجهز بنته ماشي بيجهزها بإلي هي عايزة كلها أمان يا فندم بس الدولة الكبيرة على الأم اللي ما بيتفهمش بنتها يعني إيه جواز أنا جاري جاري يا فندم والله العظيم أكسم بالله مجهز بنته يا فندم ومجلون بخمسين ألف جنيه ويوم الحنة بتاع بنته بنته شتمته المشاكل كتير يا أستاذ أحمد متشكلين لو فتحنا تليفون إحنا عايزين أيام وأيام بس أقول لك حاجة دكتورة قبل الجهاز إحنا عايزين نتكلم على رأي الدين في الموضوع دوت بنقول أن الدين قال شرعا النفقة واجبة على الزوج لأنه هو ملزوم بإعداد مسكن الزوجية لزوجته بس في المعقول والإنفاق عليها وكسوتها ومسكنها وكل شيء إذن أبو العروسة والعروسة غير مكلفين أبدا شرعا بتجهيز العروس ولكن لو تم ده هيكون نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وربط الأواصر الأواصر بين الأسر المصرية وفي نهاية البرنامج بتاعي أتمنى يا رب إن شاء الله يكون كلامنا وصل لكل أسرة مصرية يا جماعة لازم كل واحد يجيب اللي هو يقدر عليه وأنا من مكاني ده هتبني هذه المبادرة أستاذ ماجزي وبناشد كل الأعلام والدولة وكل شيء زي ما عملنا لا للختان ولا للعنف ضد المرأة هنعمل مبادرة جديدة أنا اللي متبنيها دكتورة ميرفا سليمان وهي هنجيب اللي نقدر عليه وما تقول ليش يعني في الآخر لما حد العرس يجي يقول لي لأ أنا بقول لما أهل العرس يجي ولي هتجيبه إيه وإحنا نجيب إيه لازم يكون ردنا عليهم رد واحد بس هنجيب اللي نقدر عليه بالظبط أنا بريشة تكون لأم التقليف زوجك وبنتك بدل ما تجهزها مديا جهزها نفسيا وأيام الفرعاني مهم جدا أولا اختراع على فكرة الأيمة ده اختراع مصر قديم والله كان أول من عرفه هم المصرين قدماء هم اللي اختراعوا من الأيمة وعندنا أيمة يعني فيها أيمات كشير جدا موجودة كانوا بكتبوها وكان من ضمنها كمان المرأة بتشاريت على زوجها أن يجيب لها العطور والدون يعني كان من ضمنها في نهاية حديثي لا يسعني أن أختم حواري معكم بخير الكلام قوليه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وبنحب طبعا البان المسكين وبنقول اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنا توكلنا عليك فكن لنا خير وكيل ودبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبيع ونتمنى إن كلامنا يكون مساهمة ولو بسيطة ومبادرة في حل هذه الظاهرة المتفشية في مجتمعنا المصري ولو نلاحظ يا جماعة إن كل المجتمعات العربية ما عندهمش هذه القصة ولو قلنا إن إحنا عايزين نتعاون مع بعض ما فيش مشكلة بس بلنستطيع بقدر استطاعتنا وباللي نقدر عليه ده مهم كانت معكم دكتورة ميرفة سليمان وأستاذ مجدي شاكر كل سنة وانت طيبين وكل عام وحضراتكم بخير والأمة الإسلامية في أجمل يوم سطعت فيه شمس النبي عليه الصلاة والسلام نصلي جميعا على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه أتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة لأسبوع القادر من برنامج من برنامج على إيذك اتعلمنا وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته